اول زيارة رسمية لرئيس وزراء عراقي الى دمشق منذ 13 عاما دور العراق الفاعل في عودة سوريا الى مقعدها بجامعة الدول العربية ومساعدته في الاوضاع الانسانية الصعبة التي مرت بها جارته الغربية شجعت البلدين بالسعي لتوسعة التبادل في مجالات النقل والتجارة والسياحة ومواجهة اثار التغير المناخي وملف المياه محاور عديدة بحثها الجانبان لتعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين ملف الامني وكذلك الملف الاقتصادي والاهم وملف المياه باعتبار ان العراق وسوريا لديهم تحدي الان مع الجانب التركي من خلال عفوان شحت المياه المطلقة لنهر الفرات فبالتالي قد يكون هذا الملف هو الملف الاهم في موضوع المباحثات بالاضافة لا زالت التهديدات الامنية من قبل الاراضي السورية باتجاه الاراضي العراقية قائمة وبالتالي نحتاج الى تعاون معمق وكبير ما بين الحكومة العراقية والحكومة السورية الحدود المشتركة بين البلدين الممتدة لاكثر من ستمائة كيلو متر قد تعطي لجوار العراق خصوصية في سياسة الانفتاح التي تبنتها الحكومة منذ تشكيلها نهاية العام الماضي لخلق شراكات اقتصادية وتبادل للاستثمار مع المحيط العربي والاقليمي بما يخدم مصالح المنطقة وشعوبها وجود علاقات مستقرة بين العراق والدول الجوار خاصة هذا شيء مهم يعني يدخل في باب الاستراتيجيات فاعتقد هذه زيارة مهمة للسيد الرئيس الوزراء وقد نفتح من خلال صفحات جديدة من العلاقات بين العراق وسوريا وخاصة سوريا لها تأثير وعمق استراتيجي في العراق والعراق ايضا في داخل سوريا وبالاضافة الى تعزيز التعاون الاقتصادي يسعى العراق وسوريا الى تطوير الجهود الثنائية لضبط الحدود المشتركة ومنع تسلل الارهابيين وتبادل المعلومات الاستخبارية لضمان امن واستقرار الحدود بين البلدين احمد عرام العراقية الاخبارية بغداد